هذه الخطوة سيد نبيل قبل كل شيء بدي تقديم تشكراتي لإتاحة النهات الفرصان من أجل التواصل مع الزبائنين الكرام من أجل إعلامهم بكل ما هو جديد على مستوى مؤسسة بريد الجزائر كيدو قاسناها دائما تقدم مثل هذه الخدمات شكرا نعم نعم كما قلت يعني الجديد هذه المرة يتمثل في يخص الطلبة الجدد الحاصين عن شهادة البكالوريا جميل والمعنيين بالتسجيلات الجامعية للموسم 2021 و2022 نعم الخدمة تتمثل في إعطاء الإمكانية للطلبة الجدد من أجل تسديد حقوق التسجيلات الجامعية عن بعد عن طريق البطاقة الذهبية نعم تأتي هذه الخطوة يعني في إطار تجسيد الفعلي للاتفاقية المبرمة بين وزارة التعليم الآلي والبحث العلمي ومؤسس بريد الجزائر نعم لا يخفى عليك سيدي كريم أننا لا نزلنا نعيش يعني ظروف صحية غير عادية على غيرار باقي دول العالم نعم وبالتالي هذه الخدمة تأتي في إطار المساعي الحديثة لمؤسس بريد الجزائر وكذا وزارة التعليم العالي نعم من أجل يعني كما قلت يعني من أجل تفادي انتشار وباء كورونا نعم ربما هذا دخل في إطار الإجراءات المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا طبعا بداية أنا كطالب جامعي مقبل على دخول الجامعة كيف أسجل في هذه المنصة أو البوابة سيد نبيل نعم هي عبارة عن خدمة رقمية تحت تصرف طلبة الجدد عن طريق أرضية رقمية موضوعة من طرف وزارة التعليم العالي نعم بمجرد يعني الولوج إليها والانتهاء من عملية التسجيل يجد الطالب نفسه أمام إمكانية تسديد حقوق التسجيل عن طريق قناتين نعم القناة الأولى هي عبارة عن قناة التقليدية والتي من خلالها يعني بمجرد نسخ الحوالى التقليدية نعم يعني الطالب بمجرد نسخ الحوالى التقليدية يتقدم المكتب البريدي ويقوم بتسديد الرسوم المستحقات أما الخدمة الثانية والتي نراهن عليها كثيرا وهي خدمة التسديد عن بعض نعم وهي فرصة أيضا لهذا الجيل الجديد وهو الجيل التكنولوجيات الحديثة والإعلام الآلي من أجل استغلال هذه الخدمة وتفادي الذهاب إلى المكاتب البريدية نعم وربحا للوقت والجهد وكذلك تفادي ومساهمة أيضا في تفادي الانتشار وباء كورونا طيب نعم وصل نعم يعني بمجرد الدخول إلى هذه الخدمة يجد طالب نفسه في مطالب بتقديم بطاقة ذهبية نعم السؤال المطروح اليوم أن الطالب الجدد غير متحاصلين على بطاقة ذهبية وبالتالي من هذا المنبر نقول أن الطالب بإمكانه الاستعانة بالبطاقة الذهبية لولديه لإخوته لعائلته الصغيرة أو الكبيرة وبالتالي هنا ما فيش حتى إشكال بمجرد ما يدخل الأرقام الخاصة بالبطاقة الذهبية ويتبع الخطوات يقوم يعني بتزديد آنيا حقوق التسجيل وكيف يتم تأكيد أنه خلاص تم تزديد حقوق التسجيل رح يكون بمجرد الانتهاء من العملية رح يكون أمام عملية نسخ لوصل التسجيل هذا الوصل بعدين الطالب يقدمه لإتمام ملف لازم ينسخه يعني مش ممكن يحتفظ به كبي دي اف على الهاتف أو على الجهاز نظن يعني له كان ينسخه أحسن لا ينسخه أحسن لأنه رح يقدمه بعد كمبرر أنه قام بتزديد نعم طيب هل في خدمات أخرى مستقبلية عارفين أنه الطالب يسدد العديد من الاشتراكات أثناء تواجده في الجامعة مثلا يشري كتب مثلا مش عارف فيها الكثير من الخدمات تقدم بمبالغ في الجامعة لا تنوي مثلا مؤسسة بريد الجزائر أنه تطور قدراتها في هذا السياق وفي هذا المجاة أكيد أكيد يعني هل فيه مشاريع نعم أكيد أنه مؤسسة بريد الجزائر اليوم يعني هي إذا تحدثنا بلغة الأرقام مؤسسة بريد الجزائر أكثر من سبع ملايين حاصل على البطاقة الذهبية اليوم يعني عدد طلب الجدد لسنة 2021 يتعاوح حوالي 345 ألف هذا 345 ألف اليوم مؤسسة بريد الجزائر نعم منحة لهم الإمكانية أنه يقوموا بطلب فتح حساب بريد جاري من خلاله يعني رح يتحصلوا كذلك على بطاقة الذهبية اللي رح تكون في المستقبل القريب نعم هي عبارة عن آلية يستخدمها هذا الطالب الجديد اللي هو نراها عليهم مرة أخرى في كما قلت اقتناء كتب يعني التسوق الإلكتروني سيكون آلية في يده من أجل استعمالها طيب واللي ما سدتش عن طريق الحوالة وهذه البوابة يمكن أن يسجل نقدا عادي يعني لا يعني في هذه السنة الطالب مطالب بالدخول إلى هذه الأرضية الرقمية ويناح يفاضل بين خيارين الخيار الأول كما قلت هو البطاقة الذهبية أو الخيار الثاني وهو نسخ الحوالة ثم التوجه مباشرة إلى المكتب البريدي الأقرب إليه والقيام بتسديد نقدا هنا كذلك رح يقوم المكلف بالزبائل على مستوى الشبابيك في مؤسسة بريد جزائر بإعطائه وصل يقوم فيما بعد بتقديمه كمبرر أنه قام بتسديد حقوق التسجيلات طيب سيد نبيل أفهم من كلامك أنه كل الطلبة الجدود لازم يعبروا أو يمروا من هذه البوابة نعم هذه إيجامية السنة نعم لذلك نحن نتوقع حوالي 345 ألف عملية رح تتم مناصفة أو بين العمليات القانتين المتاحتين نعم عن طريق هذه البوابة طيب ما هي الصعوبات التي يمكن أن يواجهها الطالب خلال عملية التسجيل وما هي الحدود المقترحة من خلالك وأنت ربما خبير في هذا المجال هو فقط نقطة مهمة بودي الإشارة إليها أنه البطاقة الذهبية تخضع إلى إجراءات سلامة يعني ما هوش ممكن أنه كل إنسان يتحصل على رقم البطاقة يقوم بعملية توزيع لذلك يعني من هذا المنبر نطلب من أبنائنا وبناتنا يعني الحاصين عن شاهد البكالوريا لما يتقدموا من أجل تزديد المستحقات التسجيل حقوق التسجيل يكونوا مرفقين يعني بصاحب البطاقة لأنه بعدين بعدما يقوم بنسخ الرقم رح تكون رسالة نصية على الهاتف النقال وبالتالي هذه الرسالة النصية هي عبارة عن إجراء سلامة نعم من أجل حماية صاحب البطاقة هذه الرسالة النصية تحتوي على رمز سري وان طايم باسوارد هذا ومدة الحياة التعوق سيرى وبالتالي لازم يكون بجواره من أجل بعدين يعني تقديم هذا الرقم كدليل على أنه صاحب الهوية وإتمام العملية سيد نابين يعني أي طالب يسجل ببطاقة ذهبية مشتعه لازم صاحب البطاقة يكون حاضرة معه في البريد هكذا من المفروض لأنه بطاقة شخصية حتى وتمدها لابنك والبنتك على الأقل الهاتف النقال رح يكون بحوزته لأنه الرسالة النصية رح تبعث مباشرة على صاحب البطاقة ورسالة النصية كما قلت عمرها قصير وبالتالي رح يطلب منه نسخ هذا الرقم على البوابة نعم جميل جدا طيب سيد نابين كم مدة التي تستغرقها ويسناها الطالب باش يحصل على هذه البطاقة الذهبية إذا ما سجلوا على هذا الحصول عنه هو في الحقيقة يعني بمجرد لأنه كما قلت اليوم كذلك مؤسس بريد الجزير تمنح الفرصة لطلبه من أجل الحصول على حساب بريد جاري عن طريق الانترنت يعني الطالب بمجرد ما يدخل على الموقع الخاص رح يجد نفسه أمام استمارة يملأها يعني هنا بدقة ورح يود يعطي عنوان إلكتروني لازم يكون هذا العنوان إلكتروني ناشط نعم بعدين رح يتحصل على ثلاث يعني وثائق أساسية ينسخق يمضيها ويتنقل إلى المكتب البريدي مرفق بيعني بطاقة تعريف الوطني نسخة بطاقة تعريف الوطني وشهادة سكن نعم يتقدم إلى المقر الإقامة يعني المقر الإقامة المكتب البريدي تعمقر الإقامة يتوجه رح يجد يعني هنا المديرة العامة تمت بإزداء تعليمات اللازمة لكافة المديريات الولائية من أجل تسهيل العمليات على مستوى الشبابيك العملية بسيطة جدا لأنه بمجرد ما يتنقل إلى المكتب البريدي عون الشبابيك رح يقوم بمقاربة المعلومات نعم وبالتالي يقوم بنسخ بإتمام العملية ورح يعطي له رقم في آنه يعني في نفس الوقت رقم خاص بالشاكلة نعم رقم الحساب البريدي ذي هو 99.99 رح يكون هو رقم الحساب البريدي يعني ما يخذ صورتين وغيره وياخذ فقط بيان الإقامة بيان الإقامة و فوتوكوبيت أكارتناسيون نعم طيب وإذا حب يحصل على البطاقة الذهبية كم يستغلق الأمر بالسيناديو؟ إذا سمحت لك نقطة مهمة لازم نأكدوها لأبناءنا وبانتنا لأن المكلب الزبن رح يعطيهم وثيقة نسخ الإمضاء نعم هذا الإجراء هذا حبيت أن أكد بلي مهوش إجراء شكري هو إجراء جدي 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 لأن هذا الإمضاء بعدين رح يكون صاحب الحساب مطالب بإمضائه يعني بنفس بنفس الصيغة يعني بنفس الصيغة وإلا رح في كل مرة عملية سحب رح ترفض بحجة عدم مطابقة توقيع طيب نقوله للطلبة أنه يتمرنوا جيدا نعم يجب إمضاء لإمضاءتها نعم مش كل مرة يعمل توقيع جديد فهذا الأمر رح يخليه رضا ما يصعب له المهمة طيب قلت يعني بمجرد حصول يعني على الرقم الحساب الباردي نعم البطاقة النقدية كذلك رح تطلب يعني أوتوماتيكيا نعم رح تستغرق نوع من الوقت ولكن ما وش وقت يعني لكبير نعم ربما أسبوع لا أكثر من ذلك يعني باش يكونوا صراحة تستراوح يعني في مدة 30 يوم باش يحصل على البطاقة العهبية البطاقة والسق الباريد نعم ويتستفاد من كل الخدمات اللي يقدمها بريد بمجرد يعني حصولي على البطاقة العهبية يصبح الأبواب طيب ربما الكثير من الطلبة يشاهدون فينا الآن وحبين يسألوا ما هي الخدمات التي يقدمها بريد الجزائر للطلبة حتى طلبة الجدد ربما آه اليوم يعني اللي وش ندروا الاستثناء للطلبة ونقوله صاحب البطاقة الذهبية صاحب البطاقة الذهبية يكون أمام يعني جملة وباقة من العمليات النقدية الآن مؤمنة نذكر على سبيل المثال يعني عنده تطبيق بريد موب بيمكنه تحميله على هاتفه النقال بمأننا نتحدثوا عليها شريحة من المجتمع اللي هي كما قلت يعني نشأت مع تكنولوجيات حديثة يعني لما يحمل هذا التطبيق على الهاتف النقال رح يكون أمام جملة من الخدمات نذكر منها يعني تحويل أموال من حساب خاصة طلبة سينابيل اللي ساكنين البعاد على ولايتهم يحتاجوا الأموال من والديهم من أولياءهم نعم فلازم يكون عندهم هم وعند والديهم كذلك أكيد أكيد يعني لما يحتاج بإمكان الوالد يبعث له الأموال وهو كذلك يعني ممكن الملحة تاعه كذلك يتصرف فيها عن طريق الهاتف النقال نعم قلت يعني ثاني بإمكانه استعمالها في شبابيك الألية يستعمالها في التسوق الإلكتروني يعني جملة من العمليات اللي رهنوا ثاني كذلك عليهم بيش يكونوا هم ثاني مساهمين في في المرحلة اللي رأيت وجهها نعم في الصورة كما قلوا النقدية نعم في رأيك النجاح بريد الجزائر في مواكبة هذه التطورات الأقمية سينابيل نعم دالي على ذلك أنه نمتلك حضيرة يعني من شبابك الأليات فوق 1400 شباك عدد كما قلت المتحصين على البطاقة الذهبية فوق 7 ملايين عدد العمليات وعدد بالملايين الحمد لله نحن في الاتجاه الصحيح نعم نتمنى لكم كل التوفيق سيشبل نبيل مدير تنشيط وقيادة الشبكة البريدية بالمديرية العامة لبريد الجزائر شكرا جزيلا لحضورك معنا وكل التوفيق إن شاء الله بارك الله شكرا للمشاهدين الكرام نستكملوا هذا الموعد الإخباري بيشاني السياسي إذ أعلن